جاتي مشاهدينا معدنا مع موجز الأهم الأنباء مع دينا تفضل يدي شكرا لك منه التساء صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جيرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي خلال زيارته الحالية لأبو ظبي مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر وتناول اللقاء تطورات العلاقات المتميدة التي تربط بين البلدين وأسبل تطوير هذه العلاقات كما تناول اللقاء بحث العديد من المشروعات الإثثمارات الإماراتية في مصر بمختلف القطاعات وعلى رأسها قطاعات الطاقة والتعدين وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة والخطط الخاصة بزيادة هذه الإثثمارات في مصر أعلنت الصحة اللبنانية مقتل ثلاثة مسعفين وأصابت اثنين آخرين بجروح جراء استهداف إسرائيل فريقا من الدفاع المدني وأفدت الصحة اللبنانية في بيان أن أحد المصابين حالته حرجة لافتة إلى أن الفريق المستهدف كان يقوم بإطفاء حرائق أشعلتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة في بلدة فيرون ودهن رئيس الوزراء اللبناني نجيب مقاتل عضوان الجديد ضد بلاده معتبرا أنه خرق للقوانين الدولية وعضوان على القيم الإنسانية ومن جانبه أعلن حزب الله اللبناني أنه أطلق وابلا من الصواريخ على الكوريات شمونة بشمال إسرائيل ردا على الهجوم الإسرائيلي تظهر مئات الألاف من الإسرائيليين في تل أبيب اليوم الثامن على التوالي للضغط على حكومة بنيمين نتنياهو للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل وأشرت التقديرات الإسرائيلية إلى مشاركة أكثر من نصف مليون متظاهر في الاحتجاجات كما تظاهر عشرات الآلاف احتجاجات أخرى قرب منزل نتنياهو في قصارية وفي حيفا وبالإضافة إلى عشرات المواقع والبلدات الإسرائيلية وأغلق المتظاهرون عدة طرقات وأشعلوا الإطارات واشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية مطالبين بإسقاط حكومة نتنياهو قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين يعتزم الصفر إلى المملكة المتحدة لمناقشة عدة قضايا أو عدة قضايا على رأسها الوضع في الشرق الأوسط والأزمة الأوكرانية تأتي الزيارة ضمن الحوار الإسراتيجي المقرر بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة للتأكيد على العلاقات الخاصة بين البلدين وسيلتقي بلينكين خلال الزيارة بكبار المسؤولين بالحكومة البريطانية لمناقشة قضايا منها منطقة المحيطين الهندي والهادئ واتفقية الدفاع بين الولايات المتحدة وإسراليا وبريطانيا المعروفة باسم أوكوس وتأتي تلك الزيارة بعد أسبوع من تعليق بريطانيا لبعض ترخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب احتمال استخدام تلك الأسلحة في الحرب على غزة وفي الجزائر تتواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية بعد غلق مكاتب الاقتراع أمس وكشفت لجنة الانتخابات الجزائرية عن نسبة المشاركة في عمليات التصويت داخل البلاد وخارجها وقالت اللجنة أن نسبة المشاركة في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية بالداخل بلغت 48.3% وعند غلق مكاتب الاقتراع بلغت نسبة المشاركة في التصويت بالخارج 19.57% ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الرئيس الحالي عبد المجيد تابون ومرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أشيش ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حسان شريف أكد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أونغ أهمية تعزيز القوى البحرية وذلك خلال تفاقد لموقع بناء قاعدة بحرية واشدد رئيس الكوريا على الحاجة إلى بناء ميناء بحري قادر على تشغيل أنظمة الأسلحة الخاصة بالسفن وكشف النقاب عن تدبير عسكريا لنشر أنظمة للدفاع الساحلي مضادة للطائرات للدفاع عن الميناء ختم مجزء التاسعة فاصل ونعود لحظاتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر